السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع بموضوع طرق الطعن بالأحكام نحن بحثنا سابقا بكل من الاعتراض والاستئناف سنبحث الآن الطعن بطريق النقض طبعا الطعن بطريق النقض هو طريق طعن غير عادي كما يصنفه أغلب الفقهاء لا يجوز إلا في بعض الأحكام النهائية ولا يقصد به إعادة بحث الدعوة أمام محكمة النقض وإنما إلغاء الحكم المطعوم فيه وإبطاله لمخالفته أحكام القانون في الشكل أو في الموضوع طبعا بالنسبة لنا نحن نعتبره من الطرق العادية وليس من الطرق غير العادية لأنه هو طريق أصلي وليس طريق استثنائي في الأحكام القابلة للطعن بالنقض طبعا هو كما جاء يبطل ويروذي الأحكام المطعوم فيها إذا قبل شكلا وموضوعا ويبحث في القانون هذا عندما يكون الطعن لأول مرة أما عندما ينقض القرار ويعود إلى محكمة الموضوع التي هي محكمة الجنايات أو محكمة استئناف الجنح ثم يصدر الحكم مرة ثانية عن تلك المحاكم ويعاد إلى محكمة النقض عن طريق الطعن فإن محكمة النقض للمرة الثانية تصبح محكمة موضوع يعني إن لم تصدق القرار فهي تبحث في المخالفات الموجودة فيه ثم تعيد المحكمة في موضوع الدعوة أي تنشر الدعوة من جديد عندما يكون الطعن للمرة الثانية طبعا يختلف الطعن بالنقض عن الاعتراض بكون الطعن بالنقض ينقل الحكم إلى محكمة أعلى في حيث الاعتراض يعيد الحكم إلى المحكمة التي أصدرته ويختلف عن الاستئناف بكونه يكتفى بنقض القرار بينما لا يستهدف الاستئناف إلا إصلاح هذا الحكم وتصحيحه طبعا هذا طعن للمرة الأولى أما إذا نقر وأعيد مرة ثانية إلى محكمة النقض محكمة النقض تمارس دورك محكمة الاستئناف تماما في المرة الثانية فالنقض إذن ليس درجة ثالثة من درجات التسلسل القضائي لأن محكمة النقض هي محكمة قانون إنما هو طريقة خاصة أوجدها المشرع لمراقبة حسن تطبيق القانون وصحة تفسيرة وإيجاد اجتهاد مستقر ومنسجم في الدولة نظرا إلى وجود محكمة نقض واحدة في سوريا وفي كل دولة توجد محكمة نقض واحدة أغلب الدول تطلق عليها اسم محكمة التمييز يعني محكمة التمييز هي نفسها محكمة النقض فالطعم بالنقض لا يطرح موضوع الدعوة مجددا أمام محكمة النقض لتأثير وقائعها وتقرر ما إذا كان الجرم ثابت أو غير ثابت إنما تنحصر المهمة بموضوع التأكد أن محكمة الموضوع قد أحسنت تطبيق القوانين الموضوعية وقواعد الجراءات التي نص عليها القانون طبعا يعني بعضهم يقولون محكمة النقض هي الحكم على الحكم من حيث التطبيق القانوني طبعا نحن سنبدأ ببحث مواضيع الطعم بالنقض وهو الطعم بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك الصادرة في المواد الجزائية فقط لأننا نبحث في أصول المحاكمات الجزائية سنبحث اختصاص ثاني لمحكمة النقض وهو تعيين المرجع ثم نبحث موضوع نقل الدعوة في المواد الجزائية ثم نبحث جميع الطلبات الأخرى الداتلة في اختصاصها بمجب القوانين الناشزة إذن الأحكام والقرارات القابلة للطعم بالنقض الأصل أن الأحكام الصادرة عن محاكم الحكم هي وحدها التي تقبل الطعم بالنقض لكن المشرع أجاز الطعم بالنقض في بعض القرارات التي يظهرها قاضي الإحالة وذلك استثناءا من القواعد العامة وأوجدت غرفة بمحكمة النقض خاصة للطعم بقرارات قاضي الإحالة كما أوجدت غرفة مشتركة بين قضاة مدنيين وعسكريين لبحث القرارات الصادرة عن القضاء العسكري علما أن القضاء العسكري هو قضاء استثنائي وأيضا غرفة للأحداث الجانحين الذي هو أيضا قضاء استثنائي فالأحكام الصادرة إذن الأحكام الصادرة عن محاكم الحكم هذا منصوص عليه في المادة 336 أصول محاكمات جزائية التي نصت تقبل الطعم بطريق النقض الأحكام الصادرة بالدرجة الأثيرة في الجنايات والجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك طبعا الجنايات صادرة عن محاكمة الجنايات الجنح والمخالفات بالدرجة الأثيرة يعني الأحكام الصادرة عن استئناف الجنح كما نصت المادة 337 فقر ألف لا يجوز الطعم بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا بنا عليها منع سير الدعوة المادة 338 من القانون نفسه قالت لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا طيب من خلال هذه المواد يتبين أن الأحكام التي تقبل الطعن بطريق النقض هي أولا الأحكام القضائية التي تفصل في موضوع الدعوة بالدرجة الأخيرة أميلا الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إذا بنى عليها منع السير في الدعوة يعني سالة كما لو ردت محكمة الدرجة الأسيرة الدعوة بحجة أنها لا تسمع بسبب سقوطها بالتقادم أو بالعفو أو لوجود حكم سابق فيها أو وجود تقديم شكوة أو ادعاء شخصي لقبولها أو قرارات عدم اختصاصها فالقرار الصالح بقبول هذا الدفع يعطي سير الدعوة لأنه يرفع المحكمة عنها مما يؤدي إلى إخراج القضية من حوزة المحكمة لذلك أجازة المشرع الطعن في مثل هذه القرارات أو الأحكام على حدة أمام محكمة النقض أيضاً أنه من القرارات القابلة للطعن بالنقض قرارات قاضي الإحالة قاضي الإحالة هو من التحقيق الابتدائي وهو مرجع استئناف لقاضي التحقيق وهو بوابة محكمة الجنايات فبعد أن ننظر قرار نهائي في الدعوة أجازة المشرع الطعن بالنقض في بعض القرارات النهائية التي ينظرها قاضي الإحالة بحسبانه درجة أسيرة في قضاء التحقيق والقرارات التي تقبل الطعن بطريق النقض كما حددتها المادي 341 من قانون أصول المحاكمات الجزائية هي أولاً قرارات الاتهام الجنائية يعني عندما يصدر قاضي الإحالة قراره بالاتهام ثانياً قرارات الإحالة أمام محاكم الجنح أو المخالفات يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمدعى عليه إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديدة يعني المحددة والأشخاص المسموح لهم الطعن بالنقض هم النيابة العامة والمدعى عليه فقط يعني المدعى الشخصي لا يحك له الطعن بقرار قاضي الإحالة في مواضيع الجنح والمخالفات طبعاً حتى النيابة العامة والمدعى الشخصي محدد إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها أيضاً عندنا الطعن بالنقض بقرارات منع المحاكمة إذا أظهر قاضي الإحالة قراره بمنع المحاكمة هذا القرار قابل للطعن بالنقض فالمادة 341 أصول محاكمات بزائية قالت قرارات منع المحاكمة يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية يعني طعن تبعي من جانب الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوة أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء فإذا كان القرار منع محاكمة المدعي الشخصي لا يحق له الطعن يحق له الطعن بشكل أصلي إذا قضت بعدم الاختصاص أو قضت برد الدعوة أو لهل القاضي عن الفصل في أحد الأسباب يتبين هذا النص أن قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي حالة يمكن الطعن فيه من قبل النيابة العامة يمكن الطعن فيه من قبل النيابة العامة لأي سبب كان سواء لعدم كفاية الأدلة أو لانقضاء الدعوة العامة بأحد أسباب من قضاء أو لغير ذلك من الأسباب أما المدعي الشخصي فإن طعنه يقبل بصورة تبعية طعنت النيابة في القرار يحق للمدعي الشخصي أن يطعن تبعيا رد طعن النيابة لا يبحث بطعن المدعي الشخصي فيستفيد المدعي الشخصي من طعن النيابة العامة ويطعن هو فيه أيضا من ذهة حقوقه الشخصية ولكن إذا لم تطعن النيابة العامة في القرار فلا يجوز المدعي الشخصي أن يطعر فيه لذلك قيل إن طعن المدعي الشخصي يقبل بطريق التبعية لكن المشرع أجاز المدعي الشخصي أن يطعر في قرار منع المحاكمة بصورة أسلحة في حالات ثلاثة ذكرناها سواء طعنة اليابة العامة في هذا القرار أم أن يطعر هذه الحالات هي عدم الاختصاص قرار رد الدعوة جهور قاضي الإحالة عن الفصل في أحد أسباب الادعاء الفصوم الذين يجوز لهم الطعام بالنقض المادة 340 أصول محاكمات جزائية قالت يكون الطعن بالنقض من حق المحكوم عليه من حق المسؤول بالمال والمدعي الشخصي فيما يتعلق بالإنزامات المدنية دون سواها وأيضا من حق النيابة العامة يتبين من هذه المادة أنه يجوز الطعام بالنقض لمن يتوافر فيه شرطان أن يكون طرفا في الدعوة التي انتهت بقرار نهاية أن تكون له مصلحة مباشرة في الطعام إذن أولا شرط الصفة حق الطعام بالنقض لا يكون إلا لمن كان طرفا في الدعوة الجزائية أمام محكمة الدرجة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المراد الطعام فيه شروط المصلحة طبعا بالإضافة إلى شرط الصفة لجواز الطعام بالنقض لا بد أن يكون لطاعن صفة ومصلحة في الطعام والمصلحة هي الفائدة أو المنفعة التي تعود على الطاعن من وراء طعنه ويجب أن تكون المصلحة في الطعام بالنقض مصلحة شخصية وعملية فلا يقبل طعن المحكوم عليه الذي تقررت ضراءته أو عدم مسؤوليته ولو كان القرار مستند على خطأ قانون أيضا لا مصلحة له في التمسك الوجه من وجوه البطان المتعلقة بغيره من المتهمين ما دام هذا البطان لا يمس حقا له فإذن عدمت المصلحة بالنسبة إلى المحكوم عليه فإن طعنه يكون غير مقبول حيث أنه من المتفق عليه أن المصلحة هي أساس الدعوة أما بالنسبة إلى النيابة العامة في الأمر المختلف يجوز له الطعام في الحكم وإن كانت المصلحة للمحكوم عليه وليس لسلطة الاتهام كما لو قضى الحكم بالعقوبة التي طالبت لتوقيعها في مطالباتها لكن ذلك مقصور على الدعوة العامة دون الدعوة المدنية لماذا؟ لأن النيابة العامة هي خصم عام وخصم عادل أسباب الطعن بالنقل طبعا المادي 342 أصول محاكمات جزائية قالت إذا كان الحكم المطعوم فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تفسيره إذا وقع بطلان في الحكم ثلاثي إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم أربعة أزهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم خمسي خزور حكمين متناقضين في الواقع الواحدة ست خلو الحكم من أسبابه المجبة أو عدم قفايتها أو غمضها لأن الأصل أن تكون هذه الإجراءات قد رعيت أثناء الدعوة ومع ذلك في صاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خلفت وذلك إذا لم تكن مشكورة في محضر الدلسة ولا في الحكم فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن في التزوير طبعا هذه المادة القانونية التي تحدد أسباب الطعن بالنقض يجب أن يكون الطعن بالنقض محتويا على أحد هذه الأسباب وهذه المادة جاءت بأسبابها على سبيل الحصر وكلها أسباب قانونية تتعلق بالشكل أو الأساس ولا تشمل وقاع الجريمة ولا تمس حرية القناعة الشخصية لأنها وظيفة محكمة النقض تقتصر على مراقبة صحة تطبيق القانون على تلك الوقائع فحسب وهذه الأسباب هي كما قلنا مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره يعني المحكمة اتكبت خطأا في تطبيق القانون أو اتكبت خطأا في تفسير القانون حال الثاني وقوع بطلان في الحكم يعني يمكن الطعن بالنقض أيضا إذا وقع بطلان في الحكم المطعوب فيه كما لو كان الحكم قاصرا في دباجته أي صدوره دون أن يصرح فيه بأنه صدر مثلا باسم الشعب العربي في سوريا أو غفل عن ذكر واقعة جرنية أو لم يوقع عليه القاضي الذي أنظره أو الحكم عن متهم بواقعة جديدة لم ترد لا احتجال أيضا وقوع بطلان في الإجراءات السر في الحكم طبعا مقصود الإجراءات الشكلية التي تضمنتها قوانين الوصول وهذه الإجراءات نوعان نوع نص القانون نفسه على أن مخالفته تستوجب البطلان ونوع من الإجراءات لم ينص القانون على بطلانها ولم يضع لها مؤيدا ولكي يشكل الإجراء الباطل سببا للنقض لا بد من أن يكون قد أثر في الحكم أما إذا كان الإجراء الباطل لم يؤثر في الحكم فإنه لا يشكل سببا للنقض أيضا من أسباب النقض قلنا الزهور على الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز حدود الطلب أيضا الحكم بما يجاوز طلب الخصم أيضا صدور حقمين متناقضين في الواقع الواحدة وأيضا كلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها وغمضها ننتقل الآن إلى نعاد الطعم بالنقض المادي 343 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد فيها أن هناك ميعادان للطعم بالنقض ميعاد طويل للطعم في الأحكام وميعاد قصير للطعم في قرارات قاضي الإحالة ميعاد الطعم بالنقض في أحكام محاكم الدرجة الأخيرة 30 يوما يبدأ في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره بمواجهة الطاعم أو تبليغه إليه إذا كان بمسابة الوجاهي ويبدأ في الحكم الغيابة في الجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض بشرط أن يكون المحكوم عليه غيابيا قد تبلغ الحكم المسكور أو ثبت علمه به طبعا نقول الحكم الغيابة في الجنح والمخالفات ولا نقول الحكم الغيابة في الجنايات لأن الحكم الغيابة في الجنايات لا يقبل الطعم بالنقض وإنما يقبل إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات ففور إلقاء القبض على المحكوم أو تسليمه لنفسه تلقائيا تسقط الدعوة ويسقط الحكم الصادر في الدعوة وتعاد الدعوة من جديد أمام محكمة الجنايات بمواجهته بالنسبة إلى النيابة العامة معادة طعم فيها يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الأحكام في حضور ممثلها ومن اليوم التالي لتاريخ وصول الأحكام الخاضعة لمشاهدة إلى ديوانها إذا لم يكن هذا الممثل حاضر جلس التفهيم الحكم وذلك في حال الصدور حكم في المخالفات تغير العقوبة أما معادة طعم بالنقض في خرارات قاضي الإحالة فهو سلاسة أيام فقط تبدأ في حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم وفي حق المتهم والمتعي الشخصي من اليوم الذي يلي تاريخ التبديل لا يحسب يوم صدور الحكم من المعاد ولا تضاف مهلة المسافة إلى معاد الطعم يعني ما في عنا بالطعم بالنقض مهلة مسافات وطرق تسري المدة المحددة بالقانون فقط لأن المشرع جلس التعين تغدين طعنه إلى ديوان المحكمة التي أظهرت الحكم ولم يلزمه بالسفر إلى دمشق في يقدم طعنه في محكمة النقض كما أن معاد الطعم بالنقض يتوقف عن السريان في حال قيام ظروف قاهرة تمنع الطعن من تقديم طعنه خلاله ويعود إلى السريان بعد دوان المانع كحدود الأعاصير الفيضانات الزلازل إلى آخره ما هي الأسار المتركبة على الطعم بالنقض؟ طبعا الطعم بالنقض له أسران مثله ومثل الطعون الأخرى أسر معلق يعلق تنفيذ الحكم وأسر ناقل يضع يد المحكمة النقض على الدعوة الأسر المعلق المادي 345 من قانون أصول محاكمات الجزائية نصت على أن تزيل استدعاء الطعم يستهد يجب وقف تنفيذ الحكم المطعوم فيه ولا يؤثر في أحكام مذكرات التوقيف الصادرة قبله لكن بعده لا تنظر مذكرات جديدة إذن مجرد قدم استدعاء الطعم بالنقض بعد تزيله في دوان المحكمة التي تنظر الحكم المطعوم فيه أسراً معلقاً له هو وقف تنفيذ هذا الحكم لكن هذا الأسر الموقف للطعم بالنقض لا يؤثر في أحكام مذكرات التوقيف الصادرة قبل الحكم المطعوم فيه فهي تبقى نافذة المفعول منعاً لهرب المحبوب عليه ثانياً الأسر الناقل الأسر الناقل يعني تنفيذ محكمة النقض من أن تضع يدها على الحكم المطعوم فيه وتفصل في سلامته أو مطلعه وفي أن تقرر ما إذا كان الطعن مقبولاً قانوناً أو أنه واجب فمحكمة النقض تضع يدها على القرار وليس على الدعوة تضع يدها على القرار وليس على الدعوة الطعن بالنقض محدد بموضوعه وصفة صاحبه فإذا كان الطعن هو المحكوم عليه وحده فإن سلطة محكمة النقض تمتد إلى الحكم الجزائي والحكم المدني معاً فتصدقهما أو تنقضهما كلياً أو أحدهما لكنها لا تستطيع زيادتهما أو زيادة أحدهما لأن النقض يجب أن لا يضر المحكوم عليه هناك قاعدة عامة تقول يجب أن لا يضار الطعن بطعنه يجب أن لا يضار الطعن بطعنه أما إذا كان الطعن بالنقض مقدم من المدعي الشخصي فإن سلطة محكمة النقض لا تتعذى بحث التعويض المدني فإذا كان مقدماً منه وحده فالنقض لا يمكن أن يضر به لا يحق لمحكمة الموضوع أن تخفضه لكن لها أن تزيده أما طعن المحكوم عليه أيضاً من الناحية المدنية فتستعيد المحكمة حريتها المطلقة في زيادة التعويض أو تخفيضه ولا يؤثر الطعن بالنقض المقدم من المسؤول بالمال في غير المسؤولية المدنية كما لا يؤثر الطعن المقدم من النيابة العامة في غير العقوبة الجزائية المحكوم بها وهو قد يكون سبباً لزيادتها أو قاصها أو لإلغاء الحكم بها وإبطاله وإذا تقرر تنزيل مدن العقوبة لصالح المحكوم عليه يعاد إليه ثلاثة أربعة تأمين الذي دفعه قاعدة عدم إضرار الطعن بطعنه هذه منصوص عليها بالمادية 364 من أصول المحاكمات الجزائية التي تقول إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار الطعن بطعنه وهذا يعتبر مبدأ في القانون الجزائي أصول المحاكمة أمام محكمة النقض طبعاً تمر دراسة الطعن بالنقض بمرحلتين مرحلة أولى تتعلق بالشكل والمرحلة الثانية تتعلق بالموضوع حيث الشكل تدفق المحكمة إضبارة الطعن فإذا وجدت أن استدعاءه مقدم ممن ليس له حق الطعن أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكتمل في المعارض القانون قررت رد الاستدعاء في الشكل يعني رد الطعن شكلاً لحيث الموضوع إذا وجدت محكمة النقض أن الشرائط الشكلية كامل مستوفا فإنها تنتقل إلى دراسة أسباب الطعن دون حاجة إلى إطلاق قرار المستقل تقول فيه أن الطعن مقبول شكلاً وتدكك في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو القبول ويكون تدقيقة من جهة القانون لا من جهة الوقائع حق محكمة النقض في مراقبة تطبيق القانون ليس حقاً مطلقاً وإنما عليها تقيد بصفة الطعن وبأسباب الطعن المقدمة في المعاد وبالجزء المطعوم فيه من الحكم لكن المشرع خول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسه إذا كان الطعن واقعاً من المحكوم عليه وذلك في بعض الحالات بشرط أن يكون الاستدعاء مقبول شكلاً ولو لم يرد تلك الحالات ذكر في الاستدعاء أو في أي تلائحة قدمها المحكوم عليه بعد ذلك خلال نعاد النقض وهذا منصت عليه المادة 353 أصول محاكمات جزائية على المحكمة إذا كان الطعن واقعاً من المحكم عليه أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت في الملف أن الحكم المطعوب فيه مشوب بإجراء مخالف لنظام العام أو المحكمة التي أظرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لم تكن مختصة للفصل في الدعوة أو إذا صدر بعد الحكم المطعوب فيه قانون يسري على واقعة الدعوة أي إن محكمة النقض تستطيع أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها في الحالات الأربعة التالية واحد الإجراءات المخالفة للنظام العام ليش؟ لأنه تسبب المطلان لدينا أيضاً مخالفة قواعد تشكيل المحكمة مخالفة قواعد الاختصاص صدور قانون جديد يسري على الواقعة ننتقل الآن إلى نظرية العقوبة المبررة وسنبحث لها محاضرة مستقلة فلذلك نقول إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر